اهلا فيكم حبايبي برج الجدي رح نشوف شوية توقعاتك العاطفية ومن وقت مشاهدتك للفيديو الى اخر الشهر القراءة متل دائما رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عمت مع برج الجدي ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكيها اعتقدها تكون مشابهة لطاقتك او قريبة من طاقتك طبعا متل دائما القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن انت خد من الفيديو او من القراءة الشي اللي بتحس انه بيفيدك او بينطبق عليك ما تحاول تخلي قراءة تنطبق عليك لانه مش رح تكون مناسبة للجميع لكن ممكن يكون فيه اشي بالفيديو تستفيد منه قوي ناس بك رح نبلش بيه طاقتك اول بعدين طاقت الحبيب خطواتكم في المستقبل ومصير العلاقة بينكم او شو ممكن يصير بالمستقبل اذا فيه اي اشي بيحتاج الى التوضيح رح نسحب كروت توضيحية اوكي نبلش بكروت النصيحة لبرج الجديد نبين انه نبين انه فيه حدا بيه حياتك حاليا يا برج الجديد عم يطالب باهتمام اكتر منك دو سمتين فور سمون بدك تبين مشاعرك اكتر لهالشخص لانه عم حسك او عم شوف انك منغلق او منطوي على حالك كتير وممكن عم تتعامل مع الوضع او مع الشخص يعني باسلوب صارم او باسلوب شديد في ايضا عندك فعم بتحس بخسارة من خسارة علاقة او عم تحس بخيبة امل ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه بتحس بخيبة امل ممكن من تصرفات هالشخص او ممكن من مجرى تطور العلاقة بينكم فحاليا كروت النصيحة بدها اياك تعرف انه اذا في عندك قرار بدك تاخده او موقف بدك تتبعه هلأ الوقت المناسب انك تاخد قرار سواء كان لانك تبين لها الشخص انك بتحبه او بدك توضح له معلومة بدك توضح له اشي معين هلأ هو الوقت المناسب انك تتخذ هالقرار نبدأ بطاقتك اول يا برج الجديد كثير عم شوفك في عندك كثير منطوية على حالك مش عم تسمح لاي حدا يفوت بحياتك او بمجالك او بطاقتك حتى هم شوفك ايضا كثير معتمد على حالك ومركز كثير على الشغل او مركز كثير على الامور المادية بعقلك الباطني ولكن بدك بداية جديدة هم شوف انت وهالشخص بدكم بدايات جديدة بالعاطفة بالاصح ولكن انت عم شوفك بدك صدق اكتر بالعلاقة من اللي عم يقدموا هالشخص بتشوف انه هالشخص انت ممكن متقلب الرأي او كثير بيغير رأيه هالشخص وانت بدك تحكي لهالشخص معلومة انت كنت مخبيها اعتراف ممكن وبدك هالشخص يكون معك صريح جدا عم شوفك كثير معتمد على حالك وما عندك اي مشكلة انه اذا يعني العلاقة ما نجحت او اشي مثل هيك ما عندك مشكلة انه عادي تكمل الوضع يعني طبيعي او انك تكون مش في علاقة يعني هم شوف الستاندرد ستبعك او متطلباتك من الشخص القادم الشخص الجديد او الشخص اللي في حياتك حاليا متطلبات عالية ممكن تكون بالنسبة لطاقة الحبيب او طاقة الشريك عم يحس انه مهاجم بشأن اشي معين بالعلاقة عم يحس انه مهاجم عم يحس انه في مطرح بده يدافع عن حاله ايضا ممكن يكون بتناقض هالشخص بابقاره الداخلية يعني ممكن يكون متقلب المزاج متقلب الرأي وعروض الحب اللي عم يقدمها للك او مش متل ما انت بدك ياها هي عروض فقط صغيرة يعني هي فقط بدايات ممكن يكون بدايات بالحديث ممكن يكون اشي صغير اللي عم يقدمها للك وانت عم شوفك بدك اشي اكبر من هيك بدك اشي بالاصح ملموس اشي بالفعل تعتمد عليه او شي ممكن تقدر تقيسه هالشي من نسبة لخطواتك في المستقبل عم شوفك عم تيجي على حالك يعني عم تاخد قرارات بشأن هالعلاقة ممكن تؤدي الى زعلك او عم شوفك عم تخرب على حالك كتير ممكن بانك كتير امتوائي مع هالشخص ومع هالعلاقة فعم تخرب على حالك سلف سابوتاج ممكن مش عم تحكي لهالشخص عن انت شوفك فبينتهي الوضع الى انك يعني تكون انت اللي عم تبدأ وعم تنهي عم شوفك وعم تيجي على حساب حالك بانك بدك بداية جديدة بس مش عم تحكي لانه عم تشوفي انه فيه اولويات او اهتمامات اخرى اهم من هالاشي ممكن يكون الشغل ممكن يكون اي اشي اخر ولكن عم شوفك عم تاخد موقف او بالمستقبل رح تاخد موقف من هالشخص كتير صارم الابراج اللي ممكن عم تتعامل معها برج الجديد ممكن تكون ابراج نارية او ابراج هوائية ممكن ايضا عم تتعامل مع برج الجوزاء وبالاخص برج الجوزاء عايب توقع طاقتك هون عند هالشخص لانه هالكرت بيتبع برج الجديد فبالنسبة لخطوات الحبيب في المستقبل عم شوف انه كثير عم يفكر فيك الحبيب بطريقة جسدية او عم بيحس انه روحيا مرتبط فيك مش قادر يشيلك من رأسه ولكن في المستقبل لسه العروض اللي بده يقدمها عروض صغيرة لانه عم شوفه رح ينتقل من الفترة الحالية او في الماضي القريب بينكم كان في هالشخص كان بيحكي كتير الكمنيكيشن بينكم كان كتير عالي ولكن في المستقبل بخطواته القادمة عم شوفه منطوي على حاله اكتر مش عم يحكي بيشوفه وبيحس اكتر عم يحاول يستشفي هالشخص لانه بيحس انه بيحتاج وقت مستقطع بينه وبين نفسه لحتى يكتشف او لحتى يفهم تطور العلاقة هاي رح تروح لوان يعني لكن عم شوفك انت بس للمنفصلين منكم بس انفصلت عن هالشخص عم شوف انه انت مركز كتير او عم بتحط مجهودك عم بتحط طاقتك كلها في الشغل وفي مجالات حياتك الاخرى بصراحة عم شوف فرج الجدي عم بيحس بيخيبة امل كتير عالية من من تطور العلاقة يعني بيحسوا انت بتحسوا كأنه مست افورتونيتي او بتحسوا كأنه كان في بينكم فرصة كتير منيحة ولكن ضاعت منكم ممكن تحس انه هالشخص ضاع منك ايضا بدنا نوضح الطاقات اكتر يعني ان جنرال بدنا نوضح هالشخص ليش اول اشي ليش عم يحس انه مهاجر او ليش عم يحس انه دائما محتاج يدافع عن حاله بالذات بيحتاج انه يدافع عن حاله بطريقة بيحس انه بده يعني يكون دفاعي معك بطريقة الحكي او بطريقة الجدال يعني عم شوف فربل اكتر او حديث اكتر مما هو تصرفات فعلية يعني ممكن بالحكي عم تحس انه هالشخص كتير منغلق او كتير دفاعي معك بدنا نشوف ليش هو هالشخص دفاعي شو السبب اللي بيخلي صعب التفاهم معه هالشخص في عنده شيئين عم يحاول يوفق بينهم وبتوقع انه هو عم يحاول يوفق بين العلاقة وبين وضعه المادي ايضا لانه صاحب بالين كذاب هالكرت فعم يحاول يوفق بين شيئين الشخص اللي عم تتعامل معه وهو مضطر انه او عم يحس انه مضطر انه ياخد طاقة king of sword هالملك لحتى عم شوف انه انت علاقتك مع هالشخص ممكن تبعده عن مجال عمله او تأثر على مجال عمله فهو بيشوف انه بده يقدم نوع من التضحيات لانه صعب عم يحاول انه يوفق بين هاي ويوفق بين هاي ولكن مش عم تزغط معه صعب عليه كتير فعم شوفه انه هو قرر في الوقت الحالي او بطاقته الحالية انه ياخد وقت مستقطع ممكن لحتى يبني مستقبله او يبني مادياته طيب مشان هيك هو كتير منغلق على حاله ما عم يستخل العلاقة انها تتطور خوفا من انه تأثر على اشياء اخرى بحياته او احلام اخرى بحياته وطموحات اخرى بحياته هو عم يسعى الى تحقيقها طيب بدنا نشوف هالشخص ايضا بدنا نوضح انت ليش منغلق اول شي بدنا نوضح انت ليش منغلق على حالك هون او بالمستقبل ليش رح تكون لانه هي طاقة المستقبل ليش عم شوفك كتير منغلق على حالك انت ممكن طاقته اصلا الشخص هي بتحكس عليك طيب بالمستقبل انت عم تحس بنهاية من نوع ما عم تحس بالتكملة فبعدنا نشوف هالتكملة شو يعني الاشياء اللي عم بتفكر فيها او ليش عم تحس انه الوضع ميقوس للنوع عم شوفك انت بدك علاقة او بالمستقبل بتطمح بعلاقة انه تكون هارمونيوس او انه تكون متناغمة ومت يعني ومتوازنة ام شوفك بالمستقبل بتبحث عن التوازن واغلب التوازن اللي عم تبحث عنه توازن روحاني او توازن بحالك انت ايضا واحد من الاسباب بطاقتك في المستقبل انه عندك 5 of swords 5 of swords انت بالمستقبل مش مستعد تتنازل عن قراراتك يعني انت شخص عنيد جدا بدك تثبت وجهة نظرك ولو على حساب حالك ولو على حساب انك تخسر الناس بالطريق او تخسر علاقة او تخسر حبيب عم شوفك برغم انك بدك تحكي مع هالشخص وبرغم انك بدك بداية جديدة مع هالشخص لانه العامل المشترك بينكم هون في بدايات فانت بدك بداية ولكن بدايتك اه فيها حكي فيها صراحة اكتر هو بده بداية عاطفية اكتر فا عم شوف انه انت بالمستقبل ما بدك تتنازل عم تبحث عن الشفاء ما بدك تتنازل واحدة من الاسباب اللي ممكن تأخر بالطاقة بينكم او تأخر بالتواصل بينكم انه انت عم تنظر للامور من منظور واحد من منظورك انت بدك الامور تمشيك متل ما انت بتريد وعم تعاند شوي طاقتك فيها شوي عينات لانه بدك توصل الى النقطة اللي انت بدك ياها او بدك شخص يعني بدك ياه يكون مرن اكتر بحيط انه يمشي مع اللي انت بدك ياه او اللي انت بتتوافق معه طيب ان نشوف هالشخص لانه هو مبين انه منطوي على حاله بها الفترة ولكن الرابطة الروحانية بينكم كتير قوية عم يفكر فيك هالشخص كتير وعم يفكر فيك ايضا بطريقة جسدية بطريقة شغوفة كتير فبين نشوف هالشخص هل رح ياخذ اه خطوة بتقدم تجاهك هل بده يحكي معك شو رح يصير بعد فترة السكون هاي فهالشخص في عنده عرض حب كتير كبير بده يقدموله اليك لانه في عندك هال الفارس على على الخيل او على الاحسان متجه الى مطرح متجه الى مطرحتك ورقة تقدم هاي وايضا بده بدايات جديدة من الناحية العاطفية ممكن البداية بينكم تكون او ممكن الحكي بينكم يكون او هالشخص يتقرب منك بطريقة اصدقاء قبل ما تكون بطريقة جدية همشوف انه هو بده يخليها عفوية اكتر بالبداية او كبداية بده يها تكون عفوية اكتر تبدأ بمنظور صداقة بعدين تنتهي الى ارتباط او او تنتهي الى حتى هالشخص ممكن يعترف لك بحقيقة مشاعره او مدى عمق مشاعره انت ممكن اصلا ما تتوقع او ما تفهم او ما تكون متوقع مدى عمق مشاعر هالشخص اتجاهك بالنسبة لذا لوفرز تحكي عن سولميت وايضا تحكي عن اتخاذ قرار فبدنا نشوف لانه هالطاقة مشتركة بينكم بدنا نشوف شو هي القرار اللي بدكم تاخدو انتو كطاقة مشتركة بينكم بدنا نشوف اذا الاوراق راح تكون متناغمة مع بعض او راح تكون متضاربة يعني بدنا نشوف اذا راح توصلوا لنفس الاستنتاج او راح تكونوا في مطرحين مختلفين فكريا اقليا فبدايات جديدة راح تكون بدايات جديدة بالحكي راح تكون ممكن ما يكون في عرض حب بسرعة يجيك او ممكن ما تبدأ العلاقة على طول عرض حب لانه هاي فقط ترمز الى ترمز ايضا الى اعترافات فاي اشي كان خبه بينكم راح تحكوا فيه ايضا راح تشاركوا لبعض او راح تحكوا لبعض عن امالكم بها العلاقة او يعني العلاقة بينكم راح تنتهي بانتصار لانه او التواصل بينكم راح ينتهي بانتصار لانه هالشخص طالع من معركة منتصر فبرغم الصعوبات اللي عم تواجهوها هلا الى انه طاقتكم المشتركة فيها بدايات جديدة فيها انتصار وفيها ايضا وشفو في المنت امنية تتحقق فاوراق كتير منيحة بصراحة اوكي حباي ببرج الجديد اتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة